إذن لمناقشة دداعيات تفجير جسر القرم على مسار الحرب الروسية ضد أوكرانيا ومآلاته السياسية والعسكرية ينضم إلينا في الستوديو المحلل والخبير العسكري العقيد حاتم الراوي سيادة العقيد مرحبا بكم يعني ما الذي نفهمه من تفجير جسر كيرتش الواصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم ما مؤشراته على المستوى العسكري السلام عليك أستاذ الحمد والسادة المشاهدين الحقيقة يعني يحمل هذا الخبر أمرين مهمين يعني يحمل أولا كيف تم الاختراق لهذا الجسر يعني روسيا الآن بحالة حرب ويجب أن تكون بمنتهى الحذر فيعني اختراق هذا الجسر وتفجيره سواء كان بسيارة مفخخة كما قيل أو أنها استهدفت بصواريخ من الجو في الحالتين يدل على ضعف الاستطلاع الروسي تماما وعدم وجود تقنيات قادرة على مواكبة هذه الحرب هذا من الناحية الفنية نقول أما من الناحية العسكرية ومن الناحية التكتيكية فكلنا نعلم أن هذا هو الجسر الوحيد الذي يربط القرم بالأراضي الروسية وأن الروسيا يعني تعرفون أنه دشنت روسيا الجسر في عام 2019 وخسرت عليه أموال كبيرة جدا والجسر مكلف تماما فيضرب بهذه البساطة وفي هذا الظرف فهذا سيسبب قطع للإنداد ويقطع لخطوط الإسناد يعني عزلت جزيرة القرم عن القوات الروسية وبالتالي قد يؤدي إلى مؤدى آخر كسيناريو جديد إذا سمح الوقت نستطيع أن ندخل به سيد العقيد ما هو السيناريو الذي تعتقد أنه على أساسه جرى تفجير الجسر هل فرضية استهداف الجسر بالصواريخ لا تزال مستبعدة نوعا ما في هذه الحرب لا أستبعدها على الأطلاق لأن لإسرائيل معنا باحتكاكات مباشرة كان لديها حركات كهذه يعني كأن تسقط الطائرة بسلاح المضاد للطيران بسلاح صاروخ وأثناء نزول الطائرة تمرر طائرات إسرائيلية وتعلن أنها بيئة الطائرات الإسرائيلية أسقطت الطائرة السورية هذه حالة مماثلة تماما فأبدا أنا لا أستبعد أن تكون السيارة إما أنها سيرت بهذا الاتجاه وهذا التوقيت وضربت هي والقطار أو أن مراقبة دقيقة جدا حكمت وصول الصواريخ إلى الهدف أثناء وجود السيارة بالقرب من القطار والقطار يعني قطار شحن هذا يحمل مواد كبيرة جدا وأسلحة كثيرة جدا فإما أن تكون حكمت هكذا أو هكذا لكني أذهب مع أنه ضرب بصواريخ ووجود السيارة عبارة عن يعني لفت انتباه باتجاه آخر لأن يعني يكون من استخدم هذه الحالة ينوي استخدامها مستقبلا فيها سيد العقيد في هذا الظرف الذي تعيشه موسكو كيف ستعالج موسكو فقدان الجسر الواصل بينها وبين جزيرة القرن يعني ما هي السيناريوهات المتاحة عسكريا لكي ربما تشتاز محنة فقدانها لهذا الجسر يعني لو كانت روسيا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي لقلت لك أن لدى روسيا جسور عائمة ولديها بداء الكثيرة وتستطيع نسحن لكن ما رأيناه من مراقبتنا لأداء الجيش الروسي وإمكانياته وآلياته في أوكرانيا يدل على أن ليس لديها القدرة لتدارك هذا الخلل الذي حصل أو هذه العزلة بساعات أو أيام يعني قد تلجأ روسيا وليس أمامها حاليا إلا إعادة ترميم الجسر بالطرق البدائية بحيث أنه يمكن تمرير بعض الحمولات مثل ما فعلت مصر في قناة السويس في حرب 73 تقصد؟ الجسر العائمة الجسر العائمة أما أن تقوم روسيا الآن بترميم الجسر وإعادته كأي مدرج ضيران يضرب أو كأي طريق يضرب وهو بهذه التعقيد الصناعية يعني صناعيا معقد جدا أستبعد أن تستطيع روسيا إعادة ترميمه بسرعة لذلك ستضطر إلى بدائل أنا أقول عنها حسب معرفتي للعتاد الروسي أنها شبه بداية تستبعد عملية الإنزال تكون في الجهة المقابلة؟ يعني هذا ما يجب أن يحصل لكن كوننا لم نرى ولا عملية إنزال ناجحة للجيش الروسي في أوكرانيا علما بأنه قد احتاج لهذه العمليات في غيرسون وفي مناطق كثيرة ولم ينفذ هذه الحالة فأنا أقول أيضا أن هناك من جملة الخلل الذي تغلغل فيه جيش الروسي يوجد خلل فيه إمكانية الإنزال طيب سيادة العقيد مجلس الدومة الروسي يقول أن تفجير جسر القرم هو إعلان حرب بلا قواعد أي بلا يعني عوائق هل سيقود الروس إلى استقدام أسلحة أكثر فتكا؟ هل سيستقدمون الروس السلاح النووي بعد خسارتهم لشبه جزيرة القرم؟ السلاح النووي سيد محمد مستويا مستوى السلاح النووي الكلاسيكي المعروف هي القنابل التي صممت لضرب مدن وضرب أهداف كبيرة جدا هذا السلاح حيد تماما وسريعا أمر على أسباب تحييدي أن الدول النووية التسعة يعني الخمسة أبعاد مجلس الأمن والهند وباكستان وإسرائيل والكوريا الشمالية مستنفرة بشكل دائم بشكل دائم اتجاه بعضها يعني كل دولة مستنفرة باتجاه الثمانية الآخرين بمراقبة تحركات ما يخص السلاح النووي الكلاسيكي بحيث أنها ستكون السباقة بضربه في أرضه في حال وجدت أنه محمل على الطائرات لأن حتى الصواريخ البلستية والصواريخ عابرة القارات لا تستطيع حمل قنبلة طولها ثلاثة أمتار ووزنها أربعة طن لذلك هم بحاجة إلى تحريك بالطائرات وهذه لا تتم بدقائك كإقلاع أي طائرة حربية يحتاج إلى زمن لذلك هذا السلاح لا أتصور على الإطلاق أن أحدا سيقدم عليه فيتم اللجوء إلى النووي التكتيكي والنووي التكتيكي لكل من يذكر أن معركة بغداد كانت مخططة بحكمة عالية وحنكة عسكرية عالية جدا بحيث أن أمريكا لا تدخل بغداد إلا منهكة تماما إلا أن أمريكا حسمت المعركة عندما ضربت مطار صدام بالقنابل النووية التكتيكية يوجد فرق بين السلاح النووي والأسلحة النووية التكتيكية تماما السلاح النووي التكتيكي هو مستخرج من السلاح النووي الكلاسيكي إنما مكوناته مكونات هذا السلاح دخل فيها الباراتيوم يعني الذي هو أقل ضررا بيئيا من اليورانيوم هذه واحدة وصمم بشكل يعني لا تزيد مساحته التدميرية يعني بحدود 5 إلى 10 كيلو متر نصف القطر دائرته وأيضا ميزة أخرى وهذا ما أثبت تماما بالصور والوثائق وشهود الحيان في مطار بغداد أنه يؤثر على الأشخاص حيث أن كل من رأى المطار رأى حياك العظمية والشام قد شلخت تماما علما بأن الأبنية لم تضرر إلا بأضرار بسيطة جدا سيئة العقيد بعد تفجير الجسر هل تعتقد أو يمكن أن نصرح بأن أوكرانيا بدأت بالفعل في قلب موازين القتال لصالحها؟ أم أن الحديث مبكر؟ في اليوم الثالث يقول للمذيع على إحدى القنوات الفضائية أننا نحن في اليوم الثالث من الحرب فقلت له لا بل نحن اليوم في السنة الأولى من الحرب وأن هذه الحرب ستطول جدا جدا فأوكرانيا بدأت بأداء صحيح وسليم منذ بداية دخول الأرتال الروسية إلى محيط كييف ورأينا كيف تراجعت وكيف انقلب الأداء لكن كان بصور متواضعة أما في الفترة الأخيرة يعني هذه الأشرة أيام الأخيرة ارتفع الأداء الأوكراني فسيطر على كامل منطقة ليمان ورأينا الجنود الروس كيف تركوا أسلحتهم وهربوا بإلل النجاة بأرواحهم لذلك الكفة الآن تميل إلى نصر أوكراني واضح سيئة العقيد بعد ارتفاع الأداء الأوكراني كما تفضلتم في ذلك هل تعتقد أن تسرع واشنطن من وطيرة دعمها لكييف في الأيام القادمة يعني والله واشنطن ما قصرت يعني واشنطن دعمت بما فيه الكفاية ولا أتصور أن دولة قد دعمت دولة محاربة أخرى صغيرة قياسا بالاتحاد السوفيتي كما قدمت أمريكا وأوروبا لأوكرانيا ويعني أرى أن المطلوب الأمريكي أكثر مما هو مطلوب انتصار أوكرانيا مطلوب إطالة عمر الحرب للإستنزاف روسيا للآخر طيب سيد العقيد مع اقتراب الشتاء في أوكرانيا هل تعتقد أن تكثف القوات الأوكرانية هجماتها نحن مقبلون على شتاء قاسي جدا يعني شهدنا حروب بظروف قاسية مماثلة تماما للظروف في أوكرانيا لذلك أنا أقول أن قد تنخفض الوتيرة في بعض الأيام حسب شدة برودة الطقس والثلوج وتراكم الثلوج والشيول وإلى آخر أما أن وطيرة القتال من الجانب الأوكراني باتجاه الجانب الروسي يعني إن لم تزداد فإنها لن تتراجع أو تقل طيب سيد العقيد بعد هذه الضربات الموجعة الأوكرانية ضد الجيش الروسي ما هي الخيارات بيد بوتين الآن بوتين عندما نصب له فخ أوكرانيا دورس تماما أنه سيوضع بحالة لا يستطيع التقدم ولا يستطيع التراجع التراجع بالنسبة لبوتين يعني روسيا ثاني أكبر دولة مصنحة وموردة لبائع الأسلحة لم يعد هناك من يقلب أسلحتها إذا لم تقم بحركات مستقبلا تطور أسلحتها وتجربها إلى آخره ثانيا أن تستمر روسيا بحرب طويلة من هذا الذي رأيناه في أوكرانيا أداء الجيش الروسي بأكمله من الجنرالات إلى الجنود العاديين لا يشبه على الإطلاق تدريب وحنكة وقوة وانضباط الجيش السوفيتي يعني كان الجيش الأحمر وثاني جيش في العالم وكنا نحن على معشر واحتكاك بهذا الجيش بذاك الجيش وكنا نرى أداء ممتاز الأداء الذي رأيناه في أوكرانيا يعني أنا أقول الخيارات أمام بوتين بوتين أصبح يعني كفائر يقبع على قطعة من الجبن في وسط المحيط إن أكلها مات غرقا وإن تركها مات جوعا طيب سيئة العقيد ما الذين فهموا من دعوة بوتين لجنود الاحتياط والله أنا يعني أرى أن هذه الدعوة هي دعوة إعلامية ولرفع معنويات الجنود الروس المتواجدين والذين يموتون الآن في أوكرانيا ثم إلهاء للجنرالات الروس وإشغالهم كي لا تحصل حركة تمرد أو قد تحصل حركة انقلابية مثلا في روسيا يعني وهو حريص جدا لأنه يعني ضابط مخابرات ويعني لا يتقن إلا هذا العمل يعني حماية نفسه والأخذ بالاحتياط لذلك الاحتياط أو التعبية التي دعا إليها بوتين لا تقدم ولا تؤخر يعني هو دعا جيش الجيش النظامي الذي هو تحت السلاح هو جيش منفلت وغير مدرب هكذا بان أداؤه في المعارك فما بالك بأن يستدعي مدنيين ليدربهم لأنه يعني هذا أما عشكري وتركه إلى شلاء والآخر أما أن يعود إلى خبرات الجيش الأحمر ويستعيد بعض من خبرات وجنرالات الجيش السوفيتي فقد مضى يعني زمن طويل بحيث أن من سرحه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي برتبة ملازم اليوم يعني يتجاوز سبعين عام عمره أو ستين عام فماذا يستطيع أن يستفي منه لذلك هو مربك به هذا المجال المحلل والخبير العسكري العقيد حاتم الراوي شكرا جزيلا لكم سيد الكريم شكرا جزيلا لكم